عشان تعرف تثبت البرنامج عشان ما يجيبش رسالة اللي هتظهر لكو دي اتاليها كانت كودن تقنسطول ميكروسوفت بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله ازيكم شاباب اتمنى رابطكم خير معكم اخوكم احمد عبدالوهاب من قناة تكنوميكس بإذن الله يا جماعة في الفيديو ده هنشخح بشكل كامل يا جماعة تثبيت ميكروسوفت اوفيس 2021 بطرقة سهلة يا جماعة بدون مواجهة اي مشاكل والناس اللي بتعاني في تثبيت ميكروسوفت اوفيس 2021 وكمان هنفعله قدامكم بطرقة سهلة جدا يا جماعة من اوامر ميكروسوفت اوفيس تابع معنا لنهاية الفيديو عشان هنعمل شوية اوامر وحاجات في الكمبيوتر لابد انك تعرفها وتعملها زي بالظهر اول حاجة يا جماعة هنروح على المتصفح بتاعنا ده المتصفح بتاعنا كده هنكتب اوفيس كاستيميزان تول تمام اوكي هتظهر اول نتيجة بحثة عندك اوفيس كاستيميزان تول ميكروسوفت 365 انت لو جهازك بيدعمل 64 بيت هتروح على 64 بيت لو عاستعرف نواة جهازك 64 بيت هتروح على ميكومبيوتر بعد كده الكيمين بعد كده بروبرتس تمام او خصائص هنلاقي عندنا هرا جماعة زي ما تشارفين سيستيم تيب 64 بيت اوبريشان سيستم تمام هتلاقي عندك 32 هتختار 32 في الموقع بتاعنا هنطلع كده يا جماعة اول حاجة للناس اللي بتواجه مشاكل في تثبيت ميكروسوفت اوفيس لازم انت لو عندك مثلا نسخة قديمة ودل حاجة هتروح على برنامج اسمه remove an store تمام يا جماعة زي ما تشايفين هو ده البرنامج كده هتحمله وهتفتحه زي ما تشايفين كده يا جماعة هتلاقي عندك هنا الميكروسوفت اوفيس 2021 او 2010 او انت مثبت انهي واحد معاك هتروح تعمل له click main كده ولياكم كده يا جماعة انستول هنوع على كده يا جماعة اهو انستول بعد كده ميك بعد كده continue وبعد كده هتحسف هتحدد شوية علامات كده بعد كده delete all هتحدد معاك delete all هتقفل الكمبيوتر وتفتحه تاني كده يا جماعة مش انتهينا من الاغاء تثبيته لا فيه حاجات تانية كمان هتروح على ميكروسوفت بعد اما تعمل restart the computer بتاعك هتروح على سي تلاقي حاجة اسمها program file او program file هنا يا جماعة تمام هتلاقي حاجة اسمها ميكروسوفت ولا حاجة البق بتاعة الطعام بتاعة البرنامج تمساحها من هنا على طول واهم خطوة يا جماعة لازم هتروح هنا الاول على task manager click main بعد كده task manager او زي ما انتشافين يا جماعة هيتفتح لك بوسوسها سواء مثلا برنامج زي ولا كون مثلا كده هتعمل له end task لو لقيت عندك ميكروسوفت اوفوس هتعمل له end task end task قبل ما تعمل معي الخطوات ديت مركز معي ومتسبقش تمام يا جماعة عشان ما ترجعوش تقوله مش شغال معي وبيجي code install الحاجات اللي انقلتها ده يا جماعة لحل مشكلة كان code install Microsoft office 2021 تماما فيش اي مشكلة خلص خلصت ده كله معي هنوح بقى على المتصفح بتاعنا ونوح على تقول لنا اربعة ستين تمام اربعة ستين هنختار بقى يا جماعة الحزمة بتاعتنا اوفيس اللي تي بوفيشنل بلاس 2021 هي هو ده يا جماعة اللي احنا عاوزيونه هضغط على كده نسيبك من ده ده بورده نسيبه هنختار ودك هنختار جماعة زي الفل هنسيبك من ده كله خالص ما فيش اي مشكلة هنزل لتاعة تقول لك بقى الخطوة المهم هنا يا جماعة والخطوة الجميلة اللي انا يفضل الماثل لي الناس انك تختار الابس بتاعتك البرنامج بتاعتك ف باللاقلة انا عايز الاكسل بس هامل ده كله اوف嘘 كده يا جماعة زي ما تشايفين وهنسيب وانјب زي المفروض ما فيش اي مشكلة نضغط على بتاعتك هتختار اي لغة انت عاوزها ا ص Break Tralli هتختار beds 뭐 بس الافضل هتختار بعد كده بعد كده يا جماعة هنسيب ده كله مفتوح مافيش اي مشكلة خالص بعدك اعنجس تمام يا جماعة هنسيب ده كده زي ما هي بعد كده نقفل الخيار اللي بعد كده اوبجرد ابلشان نقفله كده هيفل معنا كله بعد كده ننكس تمام ما فيش اي مشكلة ها جماعة بعد كده ننكس ننزل بقى لتحت نكس كده وننزل لتحت خالص بعد كده finish بعد كده هاجيلك في الجنب كده يا جماعة الex support هتضغط على اكس بورد هنختار keep current setting اول واحدة يا جماعة بعد كده اوكي بعد كده accept و اكس بورد config هنزل لنا عندنا يا جماعة config هو تمام هنضغط عليه كده بعد كده اشوف فولدر هنروح نعمل عندنا يا جماعة new folder جديد هنا office 2021 وهننقل الconfigure عليه زي ما تشايفين الملف ده كده يا جماعة تمام هنسيبه كده هنروح نعمل ملف تاني هنخلي 2021 زي ما تشايفين بعد كده هنروح على المصفح بتاعنا وهنبتغيب له mint office lc 2021 زي ما تشايفين يا جماعة هننزل لتحت كده جيب له mint office lc 2021 وهنغط عليه كده وهننزل بتحت نسيبه الشاشة كده وهنوف نفتح الشاشة تانية وهنكتب office deployment tool 2021 كده يا جماعة زي الفولد هيفتح لنا معانا الاداة بيت office deployment tool وهنضغط على download 3 ميجا مفيش اي مشكلة حملت معانا هيت هنضغط على فتح click accept continue هنوح نحدد مصار الملف بتاع 2021 اهو جماعة هنغط اوكي تمام ساكس فليت هنروح على قيمة الملف تاني وهنروح على 2021 هنروح ناخد كلمة ستيوب ديها جدا يا معا كوبي بعد كده هنروح على 2021 وهنضغط بست زي الفول؟ تماما يا جماعة هنروح على كذا الأول وهنروح على c او ضغط على كلقي من كده زي الفول يا جماعة زي ما انتم شايفين هنكتب وهنروح على موقع الملف يا جماعة ده زي ما انتم شايفين هناخد الكوبه كده اللي هو من الفوق كده يا جماعة وبعد كده هنروح تاني وهنضغطeling كنترول بي. بعد كده اوكي. بعد كده يا جماعة هنوح على الموقع بتاعنا الاولاني. لانتلاك استنى شوية. اهو جماعة زي ما شايفين. هنضغط على ناخد كده يا جماعة. وهنوح تاني هنا. وهندغط كنترول في. بعد كده زي الفل جاي لنا يا جماعة اهو. هنشوف دلوقتي يا جماعة هيتسبت البرنامج بتاع الواحده لما نشوف ادي كلامها ولا لا. ننتظر يا جماعة وهجعلكم تاني لما يبدأ التحميل بإذن الله. الفعلي يا جماعة بدأ معنا تحميل اوفيس هوا جماعة زي ما شايفين. بما ان عشان ما فيش برامج كتير. فهو مظاهر الا الاكسيل اللي بس وهو اللي هيتحمل معنا. وخلاص كده زي ما شايفين كده يا جماعة اهو. بدأ التحميل فعلا. مش هياخد وقت طويل عشان هو برنامج واحد اللي وسبته بس زي ما شايفين يا جماعة. هو بيتسبك معي ما فيش اي مشكلة خالص. ننتظر مع بعض شوية. لحد اما خلص تحميل. وهرجعلكم تاني بإذن الله عشان نشوف التفعيل بتاعنا. تمام يا جماعة زي ما شايفين. البرنامج خلص معنا تصطيب زي ما شايفين. ما خادش في اي وي تسطب معنا البرنامج. وهو الاكسيل اللي بس. حتى يا جماعة ظهر معنا كل حاجة هو في الاكسيل اللي فقط. لو ضغطنا كليك يمين كده يا جماعة. وبين نشوف هنلاقي المكسوف اكسيل تثبت عندنا هو زي ما شايفين. كمام? لو احنا هنا في البحس. وكتبنا اكسيل. زي ما شايفين يا جماعة. هتلع لنا برنامج اكسيل. هنوح نفتح يا جماعة برنامج اكسيل كده. وهنشوف هو الفين واحد وعشرين. زي ما احنا ثبتناه ولا انت بتضحك علينا ولا ايه بالزبط. يلا بينا نشوف. هنخرمي الحاجات اللي احنا فتحنا هندي خلص كده. مرضناش عايزنا. بس اهم حاجة لازم انتعمل الحاجات اللي انا قلتها. لازم انتفتح التاسك منجر من هنا. وتشوف مايكوسوفت. لسه ظهر هنا في التاسك منجر. وتعملها عشان تعرف تثبت البرنامج. عشان ما يجبش رسالة اللي هتظهر لكم ديت. اللي هي. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا. ما تنساش لو عجبك. ادرك لايك الفيديو. وكومنت حلو. واشتراك للقناة عشان اوصلك كل جيد بازن الله. ولو جهتك اي مشكلة. قل عليها في كومنت تحت وانا هرد عليك بازن الله. بس ما تنساش تعمل الحاجات اللي انا قلت لك على ديت. عشان كل حاجة تثبت معك وتثبت معاك. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.